موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف التاني الإعدادي هنقدم النهاردة حلقة جديدة من حلقة الدرسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم إحنا آخر مرة تكلمنا في التاريخ عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإحنا هنتكلم النهاردة عن مرحلة جديدة من مراحل التاريخ الإسلامي وهنعرف إزاي الصحابة تقبلوا خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وإزاي الفترة اللي بعدها من العصور التاريخية في التاريخ الإسلامي بدأ يحصل شيء جديد وشكل جديد من أشكال الحكم في الدولة الإسلامية هنتكلم النهاردة عن أول مراحل من مراحل التاريخ الإسلامي بعد وفاة الرسول وهي الخلفاء الرشدين الخلفاء الرشدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أربعة فالمرحلة دي أو الفترة دي من التاريخ الإسلامي تحت عنوان الخلفاء الرشدون هم أربعة أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب فإحنا نتكلم النهاردة عن أول خليفة من الخلفاء الرشدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أربعة تعالوا كده نشوف الدرس مع بعض أولاً لما نيجي نعرف العنوان الخلفاء الرشدون لماذا عرفوا بهذا الاسم؟ أو ليه إحنا سمينا الفترة دي من التاريخ الإسلامي بمرحلة أو حكم الخلفاء الرشدون أول حاجة كلمة خلافة أو كلمة خلفاء هم الذين حكموا الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة راشدون أي عاقلون وعرفوا بهذا الاسم لأنهم استكملوا حكم الدولة الإسلامية على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الزهد والرحمة والتواضع وغيرها من الصفات التي تعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذه الفترة عرفت بحكم الخلفاء الرشدون أطلق عليها أو أطلق عليهم الخلفاء لأنهم حكموا الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا أمور المسلمين في الدين والدنيا أما الرشدون أي العاقلون وهو نفس نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم الدولة بيقوم على الزهد على الرحمة على التواضع وغيرها من الصفات اللي تعلموها من الرسول صلى الله عليه وسلم طيب زي ما أنا قلت أول خليفة هو أبو بكر الصديق يعني تقريبا وليته حوالي سنتين ونص من أول 11 هجريا لحد 13 هجريا بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب تولى ما يقارب من عشر سنوات ونصف من 13 ل 23 هجريا ثم سيدنا عثمان بن عفان تولى من 23 لحد 35 هجريا يعني ما يعادل 12 سنة ثم سيدنا علي بن أبي طالب من 35 ل40 هجريا يعني حوالي 5 سنوات يبقى الأربعة يطلق على فترة حكمهم اسم الخلفاء الرشدون طيب بالنسبة لخبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لحياة أبي بكر الصديق تعال نشوف مين هو أبي بكر الصديق وهل هو اسمه فعلا أبو بكر الصديق ولا دا لقب الحقيقة أنا أفكركم أن أبو بكر الصديق لقب بهذا اللقب لأنه كان صديق للرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أخبر بأمر عن الرسول قال صدق محمد وهو أول من دخل الإسلام من الرجال أول من آمن من الرجال فدخل الإسلام مبكرا فعرف بأبي بكر الصديق لكن اسمه الحقيقي هو عبد الله ابن عثمان ابن عامر إذن أنا هنا عندي اسم ولقب لهذه الشخصية الاسم هو عبد الله ابن عامر ولذلك اللقب هو أبي بكر الصديق ويمكن أنا قلت سمي أو لقب بهذا اللقب دخل الإسلام مبكرا فهو أول من أسلم من الرجال وكان صديق الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصدقه قولا أو فعلا إذا قال له قال محمد ذلك قال صدق محمد لذلك سيدنا أبي بكر ولد بعد عام الفيل طبعا إحنا عارفين العام الفيل ده هو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بسنتين ونص يعني حوالي عامان وستة أشهر ده مولد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذن هو كده الرسول أكبر منه بسنتين وستة أشهر أو سنتين ونص طيب ليه اختيار المسلمين من المهاجرين والأنصار لأبي بكر أول خليفة أول حاجة صديق للرسول صلى الله عليه وسلم أول من آمن من الرجال أبي بكر الصديق كان صديق للرسول في الهجرة من مكة ليسرب وأثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأم المسلمين في الصلاة أبي بكر الصديق أنفق ماله في سبيل الله لينصر الدعوة الإسلامية والدين الإسلامي لذلك أنا عندي أسباب متعددة خلت الصحابة تختار أبي بكر الصديق أول خليفة يبقى تاني اختيار أبي بكر الصديق أول خليفة واحد أول من أسلم من الرجال عندي بعد كده أكبر الصحابة سنا جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم المسلمين في الصلاة أثناء مرض الرسول أنفق ماله في سبيل الله وفي سبيل الدعوة الإسلامية شارك مع الرسول في جميع الغزوات والعديد من الأسباب اللي جعلت الصحابة من المهاجرين والأنصار يختارونه أول خليفة طيب لما نيجي بعد كده نعرف حياة أبي بكر وصفاته قبل الإسلام وبعد الإسلام لما تكلم عن أبي بكر الصديق قبل الإسلام أو الحاجة كان تاجرا أمينا كان ينفق أمواله على الفقراء والمساكين أبي بكر الصديق كان صديقا للرسول صلى الله عليه وسلم إذن يعرفه بالعقلاء يعني عمرهم مقامه بأعمال سيئة على سبيل المثال شرب الخمر لا صفاته صفات حميدة يبه هو تاجر وتاجر أمين اتنين ينفق أمواله على الفقراء والمساكين كان يشتر العبيد ويعتقهم بسبيل الله سيدنا أبي بكر الصديق كان صديقا للرسول صلى الله عليه وسلم إذن الأعمال السيئة أو العادات السيئة عند العرب لم يمارسها زي إيه مثلا زي شرب الخمر صفات حميدة صدق وأمانة وتواضع وغيرها من الصفات التي اتصف بيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الإسلام أما بعد الإسلام أول حاجة إحنا عارفين أنه أول من أسلم من الرجال اتنين كان أبي بكر أول خطيب في الإسلام هنا لما نتكلم عن بداية الجهر بالدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان فوق جبل الصفة يدعو الناس وإحنا عارفين القصة بتاعت أبو لها بتبن لك سائر القوم إلي هذا جمعتنا في نفس التوقيت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن فيه الجهر بالدعوة هو نفس التوقيت اللي كان أبي بكر الصديق عند الكعبة في مكة يدعو الناس للدخول في الدين فكان أو أصبح أول خطيبا في الإسلام يبه هو أول من آمن من الرجال أول خطيب في الإسلام رقم ثلاثة أسلم على يديه لعديد من الصحابة زي سيدنا عثمان ابن عفان وغيرهم من الصحابة ومنهم من المبشرين بالجنة إذن هو كان بيجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة الإسلامية أنفق ماله في سبيل الله وفي سبيل الدعوة أبي بكر الصديق بعد الإسلام شارك مع الرسول جميع الغزوات أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أبي بكر إماما في الصلاة للمسلمين لذلك صفاته قبل الإسلام وبعد الإسلام صفات حميدة طيب ظروف التولي وخبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي المسلمين والصحابة هيتقبلوا طيب تعالا نشوف كده لما أجي أتكلم عن الجزء بتاع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخبر خبر صعب يعني خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى الصحابة صعب ليه صعب بسبب شدة حب المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم وجود وبينهم رحمة هم متعلقين بالرسول بشكل كبير طيب أنا هديك مثال سيدنا عمر بن الخطاب عندما سمع خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر سيفه رفع سيفه قائلا بين الناس من قال منكم محمد مات ضربت عنقه لدرجة الخبر صعب أنه يتقبله سيدنا عمر بن الخطاب أشهر سيفه وقال من قال منكم محمد قد مات ضربت عنقه إذن الخبر مش سهل يتقبله المسلمين ومنهم أحد الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضا طبعا لما أرجع لأبي بكر الصديق ولما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وجده توفى وأصبح مع الرفيق الأعلى مع الله سبحانه وتعالى خرج بين الناس علشان يهديهم بعقل وحكمة فألهم من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت إذن هنا كلام أبي بكر الصديق بدأ يعيد السبات والسكين للمسلمين إحنا بنعبد الله وحده لا شريك لا بدأ المسلمين يهدو ولذلك أبي بكر الصديق بدأ يعيد السبات والهدوء للمسلمين مرة أخرى وقرأ عليهم القرآن الكريم وما محمد إلا رسول خدخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إذن بدأت الناس تستوعب الخبر وبدأت الأمور تهدى وده بفضل الله سبحانه وتعالى سمّة حكمة أبي بكر الصديق اللي تعلمها من الرسول صلى الله عليه وسلم طيب إيه ظروف تولي أبي بكر يعني إزاي أبي بكر الصديق اتولى الحكم الفترة دي وحصل ده ازاي وعندي أنواع للبيع البيع أي اختيار الخليفة أو اختيار الحكم أنا عندي هنا نظام جديد هاعتبره تطور سياسي في الدولة الإسلامية تطور سياسي في التاريخ الإسلامي الرسول علم الصحابة وعلم المسلمين نظام الشورى ديمقراطية يعني يعني كان كل غزوة يستشير الصحابة ولذلك هم تعلموا من الرسول نظام جديد في الحكم يعرف باسم نظام الشورى إحنا هنقض ناخد رأي بعض مين يحكمنا بهدوء بمحبة بمودة يبقى نظام الشورى ده نظام لاختيار الحاكم طيب نظام الحكم يطلق عليه اسم خلافة نسبة إلى الخلفاء الراشدون أو إلا هيتولى الحكم هيتقال عليه خليفة لأنه هيتولى أمور المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وراشدون يعني نفس منهج الرسول في الزهد والرحمة والتواضع إلى آخره من الصفات الحميدة نشوف كده مراحل اختيار أبي بكر طيب أول حاجة في البيعة عندي حاجة اسمها باعة خاصة البيعة الخاصة يبقى مش لكل الناس هنا اختيار كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار يعني لما تكلم عن باعة خاصة لأ أنا هنا هقعد في صقيفة اسمها صقيفة بني سعيدة ودية موجودة في المدينة فاجتمع المهاجرين والأنصار في جو يسوده المحبة والمودة يتناقشون عايزين يوصلوا ويغضوا رأي بعض لحاكم وخليفة يكمل حكم الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى دي اسمها باعة خاصة يبقى البيعة الخاصة كانت في صقيفة بني سعيدة اجتمع المهاجرين والأنصار يتناقشوا في أمر من الشورى عشان يختاروا حاكم أو خليفة طيب وقع الاختيار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يبقى كده البيعة الخاصة لكبار الصحابة في صقيفة بني سعيدة خلي بالك باعة خاصة يبقى في صقيفة بني سعيدة بين المهاجرين وبين الأنصار ديمقراطية شورى وقع الاختيار على أبي بكر وأنا قلت لك السبب أكبرهم سن عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يا أم المسلمين في الصلاة أثناء مرض الرسول كان صديق للرسول في الهجرة من مكة إلى يسرب أول من آمن من الرجال أول خطيف في الإسلام شارك مع الرسول في جميع الغزوات الإسلامية إذن ليما كان مرتفعة فوقع الاختيار عليه في صقيفة بني سعيدة فيه ما عرف بإسم اللي يه البيعة الخاصة ده كده يعني مش هتكلم عن عموم الناس لأنا بتكلم عن خاصة الصحابة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار طيب موافقين عليه في البيعة الخاصة هيبدأ هنا ينتقل إلى البيعة العامة البيعة العامة كده يبقى العامة الناس طيب البيعة العامة في ثقيفة بني سعيدة؟ لا البيع الخاصة هي في ثقيفة بني سعيدة لكن البيع العامة دي في المسجد في الجامع يبقى هنا في البيع العامة هيكتمع المسلمون في المسجد علشان يوفقوا على اختيار البيع الخاصة وهو أبي بكر الصديق أول خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى باعة خاصة ثقيفة بني سعيدة باعة عامة في المسجد لعامة الناس وقع الاختيار على أبي بكر طيب أبي بكر الصديق كحاكم إيه منهجه؟ يعني أسلوب حكمه هيبقى إزاي؟ هقولك في خطبة خطبة لأبي بكر الصديق قالها في المسجد يعني أنا من خطبة دي هقدر أن أنا أعرف إيه هي شكل حكم الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر الصديق أنا عايزة كده تركز معايا في الخطبة دي مسئوليات الحاكم وتستنتج منها منهجه بدأ يقول للمسلمين أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم إني وليت عليكم ولست بخيركم وبدأ يأكد عليهم يقول لهم الصدق أمانة والكاذب خيانة أول حاجة نخدت بالي منها إن أبي بكر متواضع إني وليت عليكم ولست بخيركم أنا مش أحسن واحد فيكم اتنين بيأكد في الصدق الصدق أمانة والكاذب خيانة تاني منهج لي بدأ أبي بكر الصديق يقول القوي فيكم عندي ضعيف حتى أنزع الحق منه والضعيف فيكم عندي قوي حتى أرد له الحق إذن هو عايز يحكم بالعدل القوي الله هيظلم لا أنا شايفه ضعيف لحد دا ما أخذ أجيب الحق منه والضعيف للحق أنا شايفه قوي وهرجع له حقه إذن دا عدل بدأ سيدنا أبي بكر الصديق يأكد على الجهات في سبيل الله ويأكد على الأخلاق الحميدة ويحذرهم من الفواحش اللي ليها زنوب وليها أصار وحشة وبتعمل غضب من الله سبحانه وتعالى أبي بكر الصديق بيقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم لو أنا بطيع ربنا أطيعوني فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم وبدأ سيدنا أبي بكر يقول لهم أقيموا الصلاة يرحمكم الله يعني أقام الصلاة وبدأ يصلي أبي بكر الصديق بالمسلمين بعد البيع العامة ده منهجه منهج أبي بكر بيقوم على التواضع على الصدق على الأمانة على العدل بين الناس عايز يقضي على الفواحش وينشر بين الناس المعاملة والأخلاق الطيبة لذلك ده منهج أبي بكر الصديق في حكم الدول الإسلامية يبقى هنا أنا عندي بايعتين بايع خاصة البيع دي لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وديت في صقيفة بني سعدة اتنين عندي بايع عامة وديت في المسجد لعمة الناس بعد ما سمعوا خطبة أبي بكر الصديق بقى واضح منهجه في الحكم ثم أقاموا الصلاة عشان يصلي بالمسلمين طيب أنا هنا سريعا عايز أأكد على المعلومة ورجع عليها يبقى بعد وفاة الرسول حدث تطور تاريخي في الجانب السياسي والإداري في حكم الدولة أول حاجة بقى عندي معلومة جديدة كلمة الخلفاء الراشدون خلفاء حكموا الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم راشدون ظل منهج الرسول قائما بينهم في الزهد والعدل والرحمة والتواضع إلى آخره الخلفاء الراشدون أو هذه الفترة أربع خلفاء أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب أبي بكر الصديق تم اختياره كأول خليفة بس أبي بكر الصديق اسم ولا لقب؟ لا دا لقب أبي بكر أبكر في الإسلام أول من آمن من الرجال الصديق كان يصدق الرسول قولا وفعلا إذا قيل له قال محمد كذا قال صدق محمد فعرف بهذا اللقب لكن الاسم عبد الله بن عثمان بن عامر القريشي سيدنا أبي بكر ولد بعد عام الفيل بعمان ونصف وقلنا أسباب اختياره كحاكم أول من آمن من الرجال أول عايز أقول يعني دعاية في الإسلام وأول خطيف في الإسلام شارك مع الرسول في جميع الغزوات كان يا أم المسلمين في الصلاة أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الصحابة سنا عند وفاة الرسول كل الحاجات دي خلتهم يختاروا أبي بكر أول حاكم وأول خليفة للدول الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب البيعة عندي نوعين من البيعة البيعة الخاصة في سقيفة بني سعيدة البيعة العامة دي في المسجد وتكلمنا مع بعض عن منهج منهج سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حكم لإيه الدول الإسلامية طيب أنا عايز أراجع الكلام ده بصيغة أسئلة عشان الناس تبقى مركزة أكتر وتبدأ أن هي تأكد على المعلومة أكتر تعالوا كده نراجع على الأسئلة دي مع بعض طيب يا شباب إحنا هنبدأ نحل مع بعض أسئلة للمراجعة على الجزء اللي إحنا شرحناه عشان نأكد المعلومة ونشوف ماذا الاستفادة للطلاب أول سؤال بيتكلم عن أكمل ما يأتي ولد أبو بكر الصديق بعد عام نقط بسنتين وستة أشهر أنا سامع الناس بتجاوب ما شاء الله عليها يبقى ولد أبو بكر بعد عام الفيل طبعاً إحنا عارفين عام الفيل هو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى أنا عندي هنا عام الفيل سؤال الثاني من صفات أبي بكر الكرم الصدق الرحمة التواضع العدل إذن الصدق والتواضع من صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضة سؤال الثالي تولى أبي بكر الصديق الخلافة في فترة بين نقط إلى نقط هجرياً تولى بداية من 11 هجرياً لحد 13 هجرياً إذن فترة حكم أبي بكر من 11 ل13 هجرياً يعني ما يعادل من سنتين وستة أشهر أو سنتين ونص السؤال الرابع اتفق نقط ونقط على مبايعة أبي بكر الصديق بالخلافة في سقيفة بني سعيدة أول ما شوف سقيفة بني سعيدة يبقى دي البيعة برافو عليك البيعة الخاصة طيب أنا عندي المهاجرين والأنصار اتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق في البيعة الخاصة في سقيفة بني سعيدة يبقى اتفق المهاجرين والأنصار السؤال الخامس ولد أبي بكر بعد مولد الرسول بنحو كم سنة احنا قلنا ولد بعد مولد الرسول أو عامل فيه سنتين وستة أشهر أو سنتين ونص يبقى سنتين وستة أشهر ولد أبي بكر بعد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال السادس كان أبو بكر يعمل بنقى قبل دخوله في الإسلام كان تاجرا يبقى كان أبو بكر الصديق يعمل بالتجارة قبل الإسلام وكان تاجرا أمينا السؤال السؤال بعد ذا علامة صح أو علامة خطأ أمام ما يناسب كل عبارة سمية باية الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني سعدة بالبيع العامة برافو عليك لأ هنا دي باية خاصة إذن الإجابة غلط يبقى سميت باية الأنصار والمهاجرين في سقيفة بني سائدة بالبيعة الخاصة أمه لإيه البيعة العامة؟ لا البيعة العامة دي كانت في المسجد لعمة الناس واللي فيها أبو بكر الصديق بدأ يوضح شكل الحكم من خلال الخطبة الألالة اتنين ولد أبو بكر الصديق في عام الفيل؟ لا ده ولد بعد عام الفيل بعمان وستة أشهر يبقى الإجابة الثانية غلط يبقى ولد أبو بكر الصديق بعد عام الفيل أو بعد مولد الرسول بعمان وستة أشهر أو سنتين ونص السؤال اللي بعده بما تفسر أطلق على الخلفاء الراشدون هذا اللقب ليه خلفاء وليراشدون أولا بالنسبة للخلفاء لأنهم حكموا المسلمين وقاموا بإدارة الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هم كده مسؤولين على المسلمين في إمور الدين والدنيا أما الراشدون يعني العاقلون يعني منهجهم نفس منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم في الرحمة في التواضع في الزهد في العدل إذن الإجابة أطلق عليهم الخلفاء لأنهم جاءوا بعد الرسول وتولوا أمر المسلمين فده خليفة أو خلفاء أما الراشدون لأنهم صاروا على نهج الرسول واهتدوا بهديه في الصفات الحميدة وما قام به الرسول نفس ما طبقه الخلفاء الراشدون في الحكم الدولة الإسلامية سؤال الثاني كان أبو بكر الصديق أول خطيب في الإسلام في نفس التوقيت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فوق جبل الصفة يدعو الناس إلى الإسلام والجهر بالدعوة كان أبو بكر الصديق عند الكعبة يخطب في الناس ويدعوهم للدخول في الإسلام إذن هو أول خطيب في الإسلام لأنه خطب في البيت الحرام أي الكعبة في الناس بعد الجهر بالدعوة طبعا بيدعوهم للدخول في الإسلام رقم ثلاثة اجتمع الأنصار في صقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول الاختيار خليفة يحكمهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وديت البيع الخاصة وإحنا عرفنا أنهم اختاروا في النهاية أبي بكر الصديق لعدة أسباب يبقى الاختيار خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الرابع اختيار أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين السبب السبب اللي خال الأنصار والمهاجرين في صقيفة بني سعيدة يقع الاختيار على أبي بكر واحد أول من آمن من الرجال أكبر الصحابة سنا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة كان صديقا للرسول في الهجرة إلى يسرب رقم أربعة كان يا أم المسلمين في الصلاة أثناء مرض الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك كل دي أسباب خلت الصحابة يختاروا أبو بكر أول خليفة يبقى أول من أسلم من الرجال كان أكبر الصحابة سنا عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم جهد بنفسه وماله في سبيل الله ولذلك وقع الاختيار عليه السؤال اللي بعضه بيتكلم عن ما النتائج طيب اجتمع المهاجرين والأنصار في صقيفة بني سعيدة إيه اللي نتج عن مجتمع بها؟ اختيار أول خليفة للمسلمين طيب مين هو أبي بكر الصديق إذن اختيار أبي بكر الصديق خليفة وبذلك نشأ نظام جديد في الدول الإسلامية تطور سياسي وهو نظام الخلافة الإسلامية طيب السؤال الثاني عدم قيام الرسول بتعيين خليفة الرسول قبل ما يتوفى ما اختارش حاكي طيب ما النتائج المترتبة على ده؟ هو هنا هيبدأ يطبق نظام الشورى أو الصحابة هيطبقوا نظام الشورى اللي تعلموا من الرسول يبقى ترتب على ذلك جعل الأمر شورى بين المسلمين في اختيارهم للخليفة دي كانت مراجعتنا وأسئلتنا سريعا تعال كده مع بعض نبدأ نرجع سريعا على الدرس طيب يا شباب احنا اتكلمنا الجزء الأول عن أبي بكر الصديق وقلنا اسمه الحقيقي وصفته أو لقبه فهو عبد الله بن عثمان بن عامر القريشي وقلنا لقبه هو أبي بكر الصديق اتكلمنا النهاردة عن أسباب اختياره كأول خليفة وقلنا ان التطور السياسي في التاريخ الإسلامي هو نظام الخلافة ونظام الشورى وهم تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا ازاي الفرق بين البيعة الخاصة اللي كانت في صقيفة بني سعيدة والبيعة العامة بعد كده هنتكلم عن أهم أعمال أبي بكر الصديق أثناء فترة الخلافة شكرا لحسن استماعكم أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته